السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكل التحال الدولي لقرة القدم في فائقامة مباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون يوم الجمعة 25 مارس في تمام السادسة مساء بتوقيت الجزائر وذلك على ملعب جبومة في مدينة دولة الكاميرونية فيما تقام مباراة الإياد يوم الثلاثاء 29 مارس في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت الجزائر والتي سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبريدة وما يلي قائمة اللاعبين الأربعة والعشرين لاعبا المستبعون إلى التربص ما بنسبة القلوات المجالية النقلة للمباراة فقد نال التلفزيون الجزائري حقوق البث وذلك عبر قناته الأرضية والقناة الشبابية ويمكن متابعتها عبر الإحداثية المعروضة إمامكم وذلك على قمر نايل ساد ترجمة نانسي قنقر